السلام عليكم و أعطيكم العافية معنا اليوم مايك من شركة نيكسيلي هذا البوكس من شركة نيكسيلي فوكو يو اس بي شيء اللي خلانا يستخدم هالمايك إنه يو اس بي ممكن توصله على التليفون ممكن توصله على اللابتوب ممكن على آيباد وكي يدين في حق بودكاست كونفرانس كول جايمينج ستريمينج وبنفس الوقت فويس أوفر ميزة المايك الأساسية إنه يو اس بي سهل تعمله يا توصله على طول على الأجهزة اللي ذكرناها اللابتوب كان أو التابلت أو حتى التليفون ودائه وحتى عرفونا بقى شوي البوبوبشيلد يا يو يا أكيد وعندنا القيم حق قوة الصوت وعندنا الفوليوم إذا كنت بتسمع وتراقب الصوت من خلال مدخل السماعات اللي هنا في زر الميوت وفي طبعا مثل ما قلنا مدخل السماعات عشان تراقب وفي التحويله ممكن تخلي يلتقط منصبين أو تخلي يلتقط منصب واحد وكيد هذا اللي أنا فضله في حال كنت قاعدة استخدم البوبوبشيلد فلتر طبعا كل اللي قاعد تشوفونه موجود داخل الكرتون ما تحتاجون أكسسطوارات زيادة عشان يتركبونه به التركيبة هذي أو طريقة هذي إيه معاب الكرتون يو اس بي سي تو يو اس بي اي وفي يو اس بي سي تو يو اس بي سي موجودين داخل الكرتون وفي شي ضريف لطيف الجنطة الجميلة صراحة من نيكسلي ومكتوب عليها البراند التوصيل الأولى هني يو اس بي سي طبعا وايرا طويل وايد فيه تغريبا مترين حلو حلو حاط حساسية القيل على النص تغريبا تستصوت تستصوت حاليا قاعد استخدم مايك ووكم من شركة نيكسلي قاعد تكلم باتجاه البوبوبشيلد وبنفس الوقت أنا مشغل وفعية الاتجاهين مشغل الاتجاهين حاليا وبيع شوي بيقلب المايك عشان تعرفون اش كذر قاعد يأخذ من الجهة الثانية وبعدها رح اطفي الجهة الثانية وتعرفون شين الفرد بالضب بين التسجيل الحالي والتسجيل بعد شوي تغريبا بنفس المسافة قاعد تكلم وحاليا نفس الوضعية اللي قلت لكم عنها قاعد يأخذ من الاتجاهين بسكر الاتجاه اللي أنا فيه بخلي الاتجاه الثاني توقع فرق وياك من حين الصوت واداءه مو مثل توه اقل صار لانا المايك يلغي الجهة الثانية حاليا قاعد تكلم من غير اي افكتات ولا اي زيادة بالصوت ولا اي تعديل الصوت جدا بيور وبعدها رح تسمعون الصوت مع اضافة بعض الايفكتات السريعة ونجرب اياكم ونشوف النتائج هذا الصوت اللي سمعتوه دايرك من المايك من غير اي اضافات ولا اي تعديلات هذا الصوت الطبيعي اللي طالع من المايك تستصوت تستصوت حاليا قاعد استخدم مايك فوكم من شركة نيكسلي قاعد تكلم باتجاه البوبوب شيلد وبنفس الوقت انا مشغل وفعية الاتجاهين مشغل الاتجاهين حاليا وبعد شوي بيقضب المايك عشان تعرفون اش كذر قاعد ياخذ من الجهة الثانية وبعدها رح اطفي الجهة الثانية وتعرفون شن الفرق بالضبط بين التسجيل الحالي والتسجيل بعد شوي تقريبا بنفس المسافة قاعد اتكلم وحاليا نفس الوضعية اللي قلت لكم عنها قاعد اخذ من الاتجاهين بسكر الاتجاه اللي انا فيه وبخلي الاتجاه الثاني توقع فرق وياك من حين الصوت واداءه مو مثل توه اقل صار لان المايك يلغي الجهة الثانية حاليا قاعد تكلم من غير اي افكتات ولا اي زيادة بالصوت ولا اي تعديل الصوت جدا بيور وبعدها رح تسمعون الصوت مع اضافة بعض الافكتات السريعة ونجربوا اياكم ونشوف النتائج الميزة الاساسية اللي تخلينا يستخدم مايك نيكس لي خفة الوزن ممكن تقطه معاك بجنطة اللابتوب ماي رح ياخذ مساحة كبيرة مجرد ما انك تفك الأغراض وتحطه بالجنطة الضريفة اللطيفة اللي ايا 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 المايك هذا موجود عن شركة اي اي بي وورد ممكن زيارة احدها فروحهم بالكويت او زيارة موقعهم الالكتروني اكيد اي اي بي وورد دوت كوم شكرا اي اي بي على تخدمكم هالمنتج هذا وستخدمها اكيد بايد امور اهمها كلب هاوس السلام عليكم اشتركوا في القناة